أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا استمرار للبحث حول أن الإرادة من صفات الفعل الله سبحانه وتعالى مريد وإرادته بمعنى إيجاده للأشياء وخلقه لها في الإرادة التكوينية وأما في الإرادة التشريعية فمعنى الإرادة هو تشريعه للحكم فحينما نقول أرادة حكما بمعنى أنه شرع ذلك الحكم وأوجبه أو حرمه أو كرهه أو استحبه للناس وصلنا إلى الحديث الرابع من هذا الباب وهذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا والتي فسرت بأنحاء مختلفة هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة إن الله سبحانه وتعالى جعل للخلق أسباب ومسببات وهذا من حكمته سبحانه وتعالى فإن الله تعالى قادر على أن يخلق كل الأشياء من غير سبب فهو قادر أن يوجد مختلف الأشياء الممكنات بمجرد إرادته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولكن الحكمة اقتضت التدرج في الخلق وجعل أسباب ومسببات مثلا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق الإنسان دفعة واحدة من غير أب وأم كما خلق آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام من غير أب وأم وكما خلق عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام من غير أب قال سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولكن الحكمة في غير آدم وعيسى اقتضت أن يكون خلق الإنسان عبر التناسل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون هذه الحكمة اقتضت أن يخلق الإنسان عبر الآباء والأمهات والخالق هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي جعل السببية في أن يكون التزاوج سببا للتوليد والاستمرار النسل الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وهو قادر على أن يخلق السماوات والأرض وأكثر من ما خلق بإرادة واحدة والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ولكن الحكمة اقتضت أن يخلق السماوات والأرض في ستة مراحل قل أعنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى آخر الآيات الشريفات في سورة فصلت كل شيء في هذا الكون يرتبط بالأسباب والمسببات والإنسان إذا أراد أن يصل إلى النتيجة عليه أن يتخذ الأسباب أنت إذا أردت أن تصبح عالما في أي علم من العلوم في أي حقل من الحقول عليك أن تدرس وأن تطالع وأن تفكر وأن تحضر دروس الأساتذة وبالتدريج لا دفعة واحدة تصل إلى مرتبة علمية الآن نحن نشاهد الأطباء الأخصائيين مثلا نشاهد المهندسين نشاهد علماء الدين من فقه وأصول هؤلاء كيف وصلوا إلى هذه المرتبة العلمية بسبب الدراسة لسنوات طوال وعلى يد أساتذة متبحرين وبذلوا جهدا إلى أن وصلوا إلى هذه الدرجة إذن العلم هو من الله وقل رب زدني علما ولكن الله سبحانه وتعالى يفيض ذلك العلم عبر الأسباب وهكذا سائر أمور الخلق فمن مصاديق هذا الكل اللي ذكرناه هو أن الله سبحانه وتعالى خلق لوحاً وهذا اللوح عبر عنه في القرآن الكريم بأم الكتاب اللوح المحفوظ يعبر عنه في القرآن الكريم بأم الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وفي آية أخرى يعبر عنه بإمام مبين على بعض التفاسير ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين في كتاب مبين عندنا إمام مبين أيضاً عندنا في آية أخرى فإذن الله سبحانه وتعالى خلق لوحاً هذا هو اللوح المحفوظ وسجل في ذلك اللوح جميع التقديرات ما يريد أن يقدره للناس سجله في ذلك اللوح المحفوظ ثم هناك لوح آخر يعبر عنه بلوح المحو والإثبات لوح المحو والإثبات هو لوح آخر قد يكون متطابق مع اللوح المحفوظ وقد لا يكون متطابقاً مع اللوح المحفوظ يمح الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء يعني في لوح المحو والإثبات سجلت بعض التقديرات القابلة للتغيير يعني مثلاً هذا الإنسان مقدر أن يموت ولكن ليس تقديراً تقديراً حتمياً مسجل في اللوح المحفوظ هذا الإنسان يتصدق يدفع صدقة الله سبحانه وتعالى يمحو ما كان مكتوباً في لوح المحو والإثبات ويسجل تقديراً آخر يقدر تقديراً آخر أو هذا الإنسان يصل الرحم صلة الرحم تزيد من العمر أو هذا الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه فيزيد في عمره فيمحو التقدير الأول ويسجل تقديراً آخر وكذلك في عكس هذا الأمر مقدر في اللوح المحو والإثبات أن هذا الإنسان مثلاً يعيش ستين عاماً لكنه يقطع رحماً أو يظلم ظلماً الله سبحانه وتعالى يمحو ذلك التقدير ويقلل من عمره يعني يقدر تقديراً آخر اللوح المحفوظ مسجلة فيه التقديرات النهائية التي هي غير قابلة للتبديل ولكن اللوح المحو والإثبات يسجل فيه ما يمكن أن يتبدل وهذا كلام مفصل يرتبط بباب البداء إن شاء الله في المستقبل القريب نصل إلى البحوث في باب البداء وهناك نشرح هذا المعنى الذي ذكرناه ولكن بشكل مختصر إن التقديرات الله سبحانه وتعالى يغيرها مع علمه أزلاً بالتقديرات المغيرة والتقديرات الثابتة كله يعلمه ولكن يغير بعض التقديرات بسبب بعض أفعال العباد الصالحة أو غير الصالحة فإذن هناك اللوح المحفوظ لعل هذا الحديث الشريف الذي نحن الآن في صدد شرحه خلق الله المشيئة بنفسها يعني الله سبحانه وتعالى قدر تقديراً في اللوح المحفوظ ثم خلق الأشياء على طبق ما هو مسجل في اللوح المحفوظ يعني الله سبحانه وتعالى مثلاً قدر أن يكون لزيد ولد هذا مسجل في اللوح المحفوظ ثم حينما يخلق الله سبحانه وتعالى زيداً وزيد يتزوج ما قدره الله سبحانه وتعالى له في اللوح المحفوظ من أن يرزق بولد هذا يتحقق فإذا خلق الله المشيئة بنفسها يعني الله سبحانه وتعالى قدر التقديرات لأن الخلق أيضاً بمعنى التقدير كلمة الخلق كما تستعمل في معنى الإيجاد كذلك كذلك تستعمل بمعنى التقدير قدر الله المشيئة بنفسها يعني بدون تقدير آخر مباشرة الله سبحانه وتعالى خلق اللوح المحفوظ وقدر في هذا اللوح المحفوظ كل الأمور التي سيخلقها في المستقبل وجعل ذلك من أسباب الخلق وكما ذكرنا الله سبحانه وتعالى قادر بأن يخلق الأشياء من غير سبب ولكن جعل لكل شيء سبب ومن جملة الأسباب أن أول سبب وذلك السبب بعد ليس له سبب إنما هو بشكل مباشر الله سبحانه وتعالى قدره وجعله السبب الأول للخلق هو التسجيل في اللوح المحفوظ ثم خلق الأشياء بالمشيئة يعني خلق الأشياء طبقا لما هو مسجل في لوح المحفوظ لا طبقا لما هو مسجل في لوح المحو والإثبات لماذا؟ لأن لوح المحو والإثبات قابل للتغير فقد لا يتحقق ما سجل في لوح المحو والإثبات لأن الله سبحانه وتعالى يمحوه يمحو الله ما يشاء ولكن الشيء الذي مسجل في اللوح المحفوظ هذا يتحقق لا محالة لأن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك فإذن اللوح المحفوظ من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى في خلق الأشياء وما هو مسجل في اللوح المحفوظ غير قابل للتغيير لأن الحكم اقتضت أن يكون ما في اللوح المحفوظ متطابق مع علم الله سبحانه وتعالى الأزلي الأشياء التي حتما الله سبحانه وتعالى سيخلقها تقدر وتسجل في اللوح المحفوظ وستتحقق تلك الأمور قطعا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون هذا التقدير تقدير حتمي لأنه مسجل في اللوح المحفوظ وثم سجل في الزبور وهو كتاب داود على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام ولذلك نحن حينما مثلا نقرأ في الروايات أن هناك علائم حتمية لظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهناك علائم غير حتمية ما هو الفرق بين العلامة الحتمية والعلامة غير الحتمية إذا كلاهما تقدير من الله سبحانه وتعالى لماذا بعضها كانت حتمية وبعضها غير حتمية السبب في ذلك هو هذا الذي ذكرناه العلائم الحتمية هي مسجلة في اللوح المحفوظ ولذلك حسب الروايات هذه علائم لا بد أن تتحقق لأن الله سبحانه وتعالى قدرها تقدير حتم لا تغير في ذلك التقدير لا مبدل لكلمات الله ولكن بعض العلائم غير حتمية بمعنى أن هذه العلائم مكتوبة في لوح المحوى الإثبات والله سبحانه وتعالى لم يخبرنا عبر الأخاديث الشريفة من الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الذين أخذوا علومهم من رسول الله صلى الله عليه وآله لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن تلك العلائم هل هي مكتوبة في اللوح المحفوظ أو لا نعم هي مكتوبة في لوح المحوى الإثبات فلعلها تتحقق ولعل الله سبحانه وتعالى يمحوها من لوح المحوى الإثبات فلا تتحقق يعني الله سبحانه وتعالى يحققها أو لا يحققها لماذا الله سبحانه وتعالى بعض الأمور قدرها في لوح المحوى الإثبات وعلى سبيل الاحتمال هذا بحث يرتبط بباب البداء وهو بحث عظيم جدا ومهم جدا ويرتبط به الاعتقاد بقدرة الله سبحانه وتعالى وقيمومته ورزقه وما إلى ذلك هناك إن شاء الله بشكل مفصل سنبحثه طبعا هذا الحديث الشريف خلق الله المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة هذا الحديث العلماء ذكروا فيه احتمالات متعددة بالمراد بهذا الحديث والعلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مرآة العقول ذكر كثيرا من هذه الاحتمالات ولكنه رجح الاحتمال الذي ذكرناه نحن الآن بأن يكون المراد التقدير الأول في اللوح المحفوظ وقال إن هذا الاحتمال هو الأوفق بأصولنا ثم بعد ذلك ننتقل إلى حديث آخر أيضا يرتبط بصفات الفعل الحديث الخامس من أحاديث باب الإرادة وأنها من صفات الفعل أنه عمر بن عبيد وهو من كبار المعتزلة هذا حضر عند الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام وسأله عن آية قرآنية وتلك الآية هي وَمَنْ يَحْلُلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَمَنْ يَحْلِلْ من الحلول وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى سؤال عن ذلك الغضب الإمام يأتي ويبين أن غضب الله سبحانه وتعالى من صفات الفعل وليس من صفات الذات لماذا؟ لأنه الغضب إذا كان بالمعنى الذي هو موجود في الإنسان فالله سبحانه وتعالى منزه عنه غضب عندما نحن نغضب ما هو معنى غضبنا؟ معنى غضبنا معنى غضبنا هو أنه تنفعل نفسيتنا يحدث هناك انفعال في نفس الإنسان تجاه قضية أو واقعة لا تعجبه فيحصل انفعال وهذا الانفعال يكون نتيجته الغضب والغضب طبعا بالنسبة للإنسان هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى لم يعطي الإنسان شيئا إلا بحكمة وهو نعمة لكن إذا الإنسان تجاوز الحد في غضبه هذا يكون نقمة بسبب سوء فعل هذا الإنسان الذين بدلوا نعمة الله كفرا نعمة الله يبدلها إلى كفر الحديد نعمة من الله سبحانه وتعالى وأنزلنا الحديد لكن قد يستفيد الإنسان من هذا الحديد في الظلم وفي قتل الناس الأبرياء هنا الخطأ من الإنسان لأنه حول النعمة إلى نقمة الله سبحانه وتعالى رزق الإنسان الغضب لأن الغضب من أسباب دفاع الإنسان عن نفسه ومن أسباب بقاء حياة الإنسان ولذلك إذا الإنسان لا يوجد فيه غضب هذا إنسان فيه نقص نعم الغضب يجب أن يكون مؤطر بإطار الشرع أن لا يتجاوز الحد يعني أن يكون الإنسان هو الذي يسيطر على الغضب فبحكمة يستفيد من ذلك الغضب لا أن الغضب يسيطر على الإنسان فالإنسان يفقد عقله وينساق وراء الغضب فإذن الغضب في الإنسان هو كيفية نفسانية وهو تغير يعني نحن جالسون غير غاضبين ثم نشاهد قضية نغضب نغضب لله نغضب للرسول نغضب لأنفسنا ضمن دارة الشرع أو الإنسان إذا غضب خارج دارة الشرع أيضا هذا تغير كان مسرورا ثم غضب أو كان في حالة عادية ثم غضب وبعد ذلك يتبدل الغضب ويتبدد فغضب الإنسان كيفية نفسانية وتغير في الإنسان والله سبحانه وتعالى منزه عن الكيفيات النفسانية لا يحتاج إلى هذه الكيفيات النفسانية لأن الكيفيات النفسانية هي تابعة القوى الحيوانية والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وأيضا الله سبحانه وتعالى لا يتغير لأن التغير صفة الممكن ونحن في بحوث التوحيد وإثبات وجود الله سبحانه وتعالى في الجلسات الماضية ذكرنا هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى الخالق القديم يستحيل عليه التغير لأن التغير معناه وجود شيء وعدم شيء يعني الآن نحن جالسون غير غاضبين الغضب غير موجود بعد ذلك نغضب فيوجد الغضب بعد ذلك ينتهي الغضب يصير عدم فالتغير معناه ذلك عدم ثم وجود ثم عدم أو وجود ثم عدم ثم وجود وهكذا إذا شيء قديم يعني ليس له علّة هذا يجب أن يكون ضروريا في وجوده وضروريا في صفاته الذاتية إذا تغير معناه ذلك أنه أمكن عليه العدم فإذا أمكن عليه العدم كيف هو قديم كيف هو ضروري الوجود إذا شيء ضروري الوجود يستحيل عليه العدم ويستحيل على صفاته الذاتية العدم فالتغير على ذات الله سبحانه وتعالى مستحيل فما معنى الغضب في الله سبحانه وتعالى الجواب الغضب في الله من صفات الفعل يعني الله سبحانه وتعالى يخلق شيئا يقدر شيئا ذلك الشيء المخلوق المقدر ينتزع منه صفة الغضب وقد ذكرنا في الحلقات الماضية أن الله سبحانه وتعالى له صفات ذات هي عين ذاته كالعلم والقدرة والحياة والاختيار هذه صفات عين ذاته يعني الحياة عين ذات الله لا انفكاك بين ذاته وبين حياته وهناك صفات فعل هذه الصفات قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة ومثلنا له فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق زيدا ثم خلقه قلنا لم يخلق ثم خلق الله سبحانه وتعالى في الأزل لم يخلق هذا العالم ثم خلقه الله لم يرزق هذا الشخص ثم رزقه لكن هل يصح أن نقول أن الله لم يكن يعلم ثم علم كلا هل يصح أن نقول لم يكن يعلم بزيد ثم علم به كلا هذا غير صحيح لأن العلم من صفات الذات لا يصح سلبه عن الله سبحانه وتعالى أما صفات الفعل أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق ثم خلق الله سبحانه وتعالى أحيا ثم أمات وهكذا فصفات الفعل ترتبط بفعل الله سبحانه وتعالى لا أنها ترتبط بذات الله فالغضب مرتبط بفعل الله سبحانه وتعالى فحينما نقول إن الله سبحانه وتعالى يغضب ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى بما عنا فعل من أفعال الله وهو نتيجة الغضب يعني الإنسان عندما يغضب نتيجة غضبه الانتقام في كثير من الأحيان وهذا المعنى هو المراد في غضب الله سبحانه وتعالى بمعنى الانتقام وبمعنى العذاب فالله سبحانه وتعالى حينما يغضب معناه الله يقدر العذاب أو يعذب بالفعل الآن الكافر أو المسلم العاصي يرتكب جريمة جريمة القتل مثلا إنسان يقتل بريئا ظلما إن الله سبحانه وتعالى يغضب عليه الآن بأي معنى؟ بمعنى أنه يقدر الانتقام منه تقدير ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بالفعل ينتقم من هذا القاتل إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما في الدنيا والآخرة ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا تشريع القصاص هو غضب الله سبحانه وتعالى على القاتل تقدير الذل في المستقبل والهوان هذا غضب الله سبحانه وتعالى على هذا العاصي عذاب هذا العاصي في الآخرة هو غضب الله سبحانه وتعالى فليس الغضب مرتبط بذات الله بمعنى أن الله سبحانه وتعالى ينفعل وتتغير ذاته كما ننفعل نحن وتتغير ذاتنا حين الغضب وهو كيفية نفسانية فينا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحديث الشريف أحد الأصحاب يقول كنت في مجلس أبي جعفر الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام إذ دخل عليه عمر بن عبيد وهو من كبار العامة من المعتزلة فقال له جعلت في ذاك قول الله تبارك وتعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى قال ما ذلك الغضب؟ سؤال عمر بن عبيد لأن المعتزلة هم من العدلية وكثير من كلامهم في الاعتقادات يطابق مذهب العدلية ويطابق الشيعة بسبب أنهم كثير من اعتقاداتهم الصحيحة أخذوها من الأئمة وخلطوها باعتقادات من عند أنفسهم فالصحيحة الموجود في اعتقاداتهم هو مأخوذ من الأئمة عليهم الصلاة والسلام فقال أبو جعفر عليه الصلاة والسلام هو العقاب غضب الله العقاب يا عمر إنه من زعم أن الله قد زال من شيء إلى شيء يعني إذا وصفه بالغضب الموجود في المخلوق الذي هو كيفية نفسانية انتقال الإنسان من حالة السرور أو الحالة العادية إلى حالة الغضب إنه من زعم أن الله قد زال من شيء إلى شيء فقد وصفه صفة مخلوق هذه صفة المخلوقات التغير يستحيل على القديم الكيفيات النفسية المتغيرة تستحيل على الله سبحانه وتعالى وإن الله تعالى لا يستفزه شيء فيغيره يعني الله سبحانه وتعالى ليس موصوفا بصفة المخلوقين بحيث أنه يحدث فيه انزعاج نتيجة الانزعاج يكون الغضب السريع مثلا إن الله لا يستفزه شيء الله سبحانه وتعالى لا يتغير بسبب أفعال الناس ظلم الناس لا يغير ذات الله سبحانه وتعالى عدل الناس لا يغير ذات الله سبحانه وتعالى فغضبه بمعنى العقاب وكذلك حبه الله سبحانه وتعالى يحب شخصا هذا بمعنى أنه يثيب ذلك الشخص لا بمعنى الحب الذي هو كيفية نفسانية قد يكون موجود وقد لا يكون موجودا هذا خلاصة هذا الحديث زيان نكمل الكلام بسؤال هناك آية في القرآن الله سبحانه وتعالى يعدد فيها نعيم أهل الجنة ثم يقول ورضوان من الله أكبر رضوان من الله أكبر هذا بأي معنى؟ لأنه أكبر من النعم المادية الموجودة في الجنة من الحور والقصور وما إلى ذلك في سورة آل عمران الآية 15 ورضوان من الله أكبر الجواب على ذلك أن نعم الجنة نوعان نوع نعم مادية الحور والقصور ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون وهكذا هذه نعم مادية وهناك نعم معنوية هذه النعم المعنوية هي أكبر من النعم المادية حتى بالدنيا الآن في الدنيا النعم المعنوية أهم من النعم المادية يعني الطعام اللذيذ أهم أو المعرفة والعلم طبعا المعرفة والعلم أهم من الطعام اللذيذ هذا في الدنيا كذلك في الآخرة في الآخرة توجد حور وتوجد قصور ومختلف النعم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولكن توجد نعم معنوية من تلك النعم المعنوية زيادة معرفة أهل الجنة بالله سبحانه وتعالى لأن الله غير محدود والمعرفة غير متناهية هذه نعمة الله سبحانه وتعالى يفيضها عليهم يعني معرفتهم بالله سبحانه وتعالى تزداد هذه أهم من تمتعهم بالحور والقصور وما إلى ذلك هناك الله سبحانه وتعالى أنعمهم بأن يتمكنوا من حمده وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين هذه النعمة أن الله سبحانه وتعالى علمهم حمده في الجنة هذا أهم من تمتعهم بالحور والقصور وما إلى ذلك يسمعون أهل الجنة أهل الجنة يسمعون إلى تسبيح الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات وهذه النعمة هي أعظم من النعم التي يتمتعون بها من الحور والقصور وما إلى ذلك فرضوان من الله أكبر ليس بمعنى أن رضى الله تغير في ذات الله بل بمعنى نعمة معنوية وهذه النعمة المعنوية التي يفيضها الله سبحانه وتعالى على أهل الجنة هي أهم من النعم المادية الموجودة فيها على رغم أهمية تلك النعم المادية أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة